بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ذيبد أتقدم بشكر الجزيل لجامعة الملك خالد لتاحتها لفرصة المشاركة في مقرر المواطنة رح يكون موضوعنا بإذن الله عن التراث والآثار في المملكة العربية السعودية طبعاً تعد المملكة العربية السعودية باتساعها الجغرافي وتنوعها البيئي والتراثي والثقافي من أغنى دول العالم في مكونها التراثي فإذا نظرنا مثلاً لجانب التراث العمراني نجهده جداً متنوع في المملكة العربية السعودية فهو ما بين مباني تراثية، مدن تاريخية، أيضاً ما بين مساجد، قصور، قلاع وحتى أسواق وأحياء تراثية طبعاً كل نوع من تلك الأنواع يشكل قيمة جمالية وتاريخية جداً كبيرة تستحق أن نحافظ عليها أن نستثمرها للأجيال اللاحقة فهي بحق سجل تاريخي مشرف يمثل وحدة هذا الوطن وملحمه لسياسته طبعاً التراث العمراني ينقسم إلى عدة أقسام النوع الأول اللي رح نتكلم عنه هو مواقع التراث العمراني المسجلة بقوائم التراث العالمي طبعاً المملكة العربية السعودية يوجد بها مجموعة من المباني التراثية أو المناطق التراثية أيضاً التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي عندنا أولاً منطقة الدرعية أو مدينة الدرعية التاريخية التي انضمت إلى منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي في عام 2010 ميلادي أيضاً مدينة جدة التاريخية التي انضمت إلى قائمة اليونسكو التابعة لقائمة التراث العالمي في عام 2014 أيضاً واحة الأحساء التي انضمت في عام 2018 ميلادي طبعاً رح نتحدث عن واحة الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تتميز واحة الأحساء بتاريخ أصير جداً تراث معماري جداً فريد فيها العديد من المباني الأثرية والتراثية الضاربة في القدم والباقية حتى الوقت الحالي مثال على ذلك مسجد جواثة، بيت البيعة، المدرسة الأميرية، سوق القيصرية، قصر صاهود، قصر إبراهيم وقصر خزام النوع الثاني من أنواع التراث العمراني هي القرى والبلدات التراثية طبعاً المملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من القرى والبلدات التي سجلت بأنها مواقع تراثية جداً أصيلة تقريباً عددها ما يقارب العشرين موقع من أهمها قرية رجال ألمع في منطقة عسير، قرية ذيعين، قرية القصار بجزر فرسان، البلدة التراثية في الغزالة، البردة التراثية في الحائط كمثال رح نتكلم عن قرية رجال ألمع، طبعاً قرية رجال ألمع توجد في منطقة عسير تمثل معلم تاريخي وسياحي جداً بارز في المنطقة المنطقة يوجد بها متحف أنشأها الأهالي للمحافظة على تراثها بالإضافة إلى ذلك تحتوي على العديد من المباني التراثية هي متنوعة تلك المباني ما بين بيوت وقصور ارتفاعها أو طولها يتراوح ما بين الدورين إلى ثلاثة إلى أربعة أدوار بشكل عام هي مباني تراثية جداً قديمة يميز المنطقة أيضاً وجود العديد من الحصون كحصن الرياض، حصن الجابر، حصن المسمار بسبب وجود تلك الحصون العديدة في المنطقة أصبحت القرية بمثابة ثكنة عسكرية فالباب الرئيسي لكل حصن من شدة ضخامته يكفي لدخول جمل بحملة النوع الثالث من أنواع التراث العمراني هي الأحياء التراثية طبعاً تشهد المملكة العديد من الأحياء التراثية التي قامت هيئة التراث برصدها والمحافظة عليها مثال على ذلك حي ديرة بالرياض هو حي تاريخي متأصل في القدم يوجد ذلك الحي في وسط مدينة الرياض يميز ذلك الحي وجود مباني تراثية تاريخية لكنها تختلف عن أي مباني أخرى هذا الاختلاف يكمن في النمط المعماري والزخرفة الموجودة في تلك المباني بحيث أن حتى الجدران الخارجية لتلك المباني مزخرفة بلياسة مقوسة بالإضافة إلى وجود واجهات مزخرفة أيضاً بشرفات مجسسة بالإضافة إلى ذلك وجود المرازيم والنوافذ الخشبية وجود أبواب محلية مصبوغة بعدة ألوان مختلفة أيضاً يوجد بحي الديرة بالرياض العديد من المباني الأثرية كمسجد الإمام تركي بن عبد الله وقصر المصمك آخر نوع راح نتكلم عنه من التراث العمراني هي المساجد الأثرية طبعاً تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المساجد اللي اهتمت الدولة بالمحافظة عليها توجه المملكة العربية السعودية الآن المحافظة على المساجد ومحاولة تطويرها أيضاً المحافظة على التراث المعماري الموجود في تلك المساجد من أهم المساجد الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية مسجد جواثة، مسجد ضويه ربحي البجيري الموجود في الدرعية، مسجد طبب بأبها مثال على ذلك راح نأخذ مسجد جواثة الموجود في واحة الأحساة في المنطقة الشرقية طبعاً مسجد جواثة من المساجد الضاربة في القدم يعود تاريخها إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قام ببناءه بنو عبد القيس تكمن القيمة التاريخية لذلك المسجد في كونه ثاني مسجد تقام في صلاة الجمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن منطلق اهتمام حكومتنا رشيدة بالمساجد إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع المحافظة على المساجد الأثرية وترميمها وذلك في عام 2018 ميلادي